الى موضوع اخر تشتهر ولاية تبسة بعشرات المواقع الاثرية ذات الامتداد الضارب في اعماق التاريخ ولعل من ابرز هذه المعالم التي تركها الرومان معصرة برزغال الموجودة في دائرة ام علي سليم دريد والمزيد من التفاصيل اعتبر معصرة برزغال احد اهم المعالم الاثرية التي شيدها الرومان في ولاية تبسة حيث تم انجازها بطريقة فنية رائعة تنم عن هندسة معمالية متحكم فيها من قبل الانسان القديم هذا الانسان الذي فكر في تشييد وحدة تعمل على عصر الزيت واستخراجه من الزيتون رغم عدم توفور اي وسائل او تكنولوجيا الا ان هذا المعلم الذي يشكل صرحا لا يستهان به يعاني اليوم التهميش والاهمال موقع كما هذا مهوش متكرر في عديد المواقع الاثرية عبر العالم يعني واحد من النوادر في العثار وبالتالي يجب ان يكون فيها اهتمام يكون فيها تصنيف يكون موقع سياحي ليجلب له السواح من كل اسقع العالم انها فعلا امنية الجميع المتمثلة في تحول هذا المعلم الاثري النادر ذات الامتداد الضارب في اعماق التاريخ الى فضاء سياحي متميز ومهيئ باشغال تأهيل وهو ما تسعى اليه الوصاية حسب تصريح ممثلها مشروع جرد لهذه الممتلكات العقرية لكما موقع اثرية من بينها برزقان برزقان مصنف وطني يعني ورحنا ان شاء الله باذن الله رحنا نحدوا الاماكن تدهور لتدهور اللي حدث لها وان شاء الله رح ندروا تدخل والى غاية تدخل عاجل وجاد يعمل على اعادة الاعتبار وتوفير المكانة اللائقة لهذه التحفة غير المتكررة تبقى معصرة برزقال بولاية تبسة عرضة لكل انواع التهميش ومهددة بالاندثار في كل لحظة